يا مساء الخير والأمل والسعادة مساء يوم جديد يارب يكون مريان حب وفرحة وأمان وطمأنينة يارب كلنا نكون كويسين عاديم مع بعض ومرتحين محدش فينا لا متداهي ولا زعلان ولا بيشتكي من أي حاجة بميصبت الشكوى وبأننا تخصوصي أننا طبيبة أمراض نسا ولادة إيه رأيكم لو نتكلم؟ وهتكلم كلام مع السيدات وبالذات ونحط خط تحت بالذات السيدات في السن الكبير فوق سن الخامسة واربعين ونقسمها فوق الخامسة واربعين وتحت الخامسة والاربعين طب إحنا هنتكلم على إيه؟ وليه الخامسة واربعين بالذات؟ سيدات كتير بتعاني من المشكلة وبتكسس إنها تتكلم عليها اسمها مرض الثلث البولي أو تستيكي بمنطقة البساطة إن أنا عندي جزء من القطرات البول ممكن تتلت من إيه أو ما بتحكمش فيها سواء أما بتحك أو ما بعطس أو ما بكوح بطلع السلم وممكن توصل مع السيدات اللي إنها في الوضع العادي خالص ده إحنا سمناه أو قسمناه لنوعين الإجهاد الثلث البولي التوتري أو الإجهادي وتحطت كلمة التوتري لإنه بيحول حياة الست لنوع من أنواع التوتر وشدة الأعصاب توصل بيها إنها مش عايدة تخرج من البيت لإنها دايماً بتبقى محتاجة الحمام السلم البولي بينتشر أكتر بعد الولادات الطبيعية نتيجة هنقول إيه تعرض الجزء الأنسوي لخروج الجنين فبيضعف العضلات وممكن يعمل شوية مشاكل ناس كتير بتخاف إنها تشتكي أو إنها تروح لإن هي بتبقى متوقعة من الطبيب أو من دكتور أمراض النساء أو من طبيب المسالك البولية إن هو هيرد عليها بحل بسيط جداً ويقول لها يا مدام إحنا محتاجين نعمل عملية التدخل الجراحي دلوقتي مش هو بقى الفيرست أوبشن أو الاختيار الأول اللي بتعامل بيه مع السيدة ظهرت بعض اللي بنسميها العلاجات الطبيعية أو التمارين اللي بتدي أقولها للسيدة اللي أنا هتدي أتكلم معكم دلوقتي ونعرفها لبعض بحيث إن أنا أتمنى إن إحنا كلنا نبتدي نمشي عليها رقم واحد حضرتك مطلوب منك إن أنت تتمرسي نظام حياة صحي يعني إيه نظام حياة صحي؟ يعني حضرتك من فضلك هندخل الطولة كل ساعتين مش هنستنى أو مش هننتظر لحد ما حس إن أنا خلاص مزنوقة لازم ندخل حالة عشان ما يحصل ليش مشكلة رقم اتنين الكافيين أو السيدات عندنا المتعودة دايما كوباية الشاي دي أساسي تشربها مرة واثنين وثلاثة الشاي ونسكافي والقهوة الحاجات دي كلها بتبقى مدرة للبول وبتضعف المسانة وممكن تعمل مشكلة وتزود العراض اللي أنا بشتكي منها فحضرتك هنقلل منه نوعية الأكل البهارات والمواد الحريفة الشطة والحاجات دي بتهيج المسانة بتهيج جدار المسانة جدار المسانة زي وزي الأخشية المخاطية اللي موجودة في السنان أنا دايما نقول لها إنتي بوقك بيستحمل الشطة والحاجات دي لأ ما بيبقى بتاع والساني بيوجعني طب إنتي بفاقى مبالك إن ده بيبقى موجود كمان في المسانة شيء طبيعي يبقى عندك مشكلة غير كده بنبتدي نعمل بعض التمارين اللي هي موجودة على الناتة اللي هي العضلات الحوض اللي هي كيجي الإكسرسايز أو إن أنا أبتدي أقبض المسانة وأبتدي أريح أقبض المسانة وأبتدي أريح أو بنقول دايما أنا ما تيجي تدخل الحمام ابتدي أتحكمي في كمية البول اللي نزلة هنمسك ننزل جزء ونمسك بالعضلة المسانة ونسيب الجزء التاني ده الجزء اللي مرمي في ملعبك الجزء المرمي في ملعب الدكتور بعض الأدوية أو العقاكير الطبية اللي بنبتدي نوصفها وظهرت دلوقتي أنواع جديدة بتقوي جدار المسانة وتحسن التحكم في البول بدون أي أثار جانبية على باقي إفرازات الجسم لا بتعمل جفاف للعين أو اللي حس إنها رأة ناشف إيه تاني ممكن بنقدمه؟ بابتدى نقدم أو بابتدى يظهر دلوقتي أنواع جديدة من العلاج اللي نسميه تقوية عضلات الحود أو جدار المسانة ابتدينا نتكلم في البلازما الغنية بالبروتين البلازما الغنية بالبروتين دي عبارة عن بلازما بتتاخد من الدم ذات نفسه بناخد أفضل أنواع البروتين اللي موجودة فيها أو بنقول إيه الخلاصة بتتحط أو بتتحقن في العضلة المسؤولة عن التحكم في البول أو في خروج البول من المسانة ده بيحسن قوة المسانة ابتدينا نتكلم في أجهزة زي الهايفو اللي هو بنستخدمه اللي شد البشرة ونحت الجسم بيعمل نفس الحكاية مع العضلة مع الجلسات واحدة اتنين ثلاثة مع تغيير نمط الحياة مع كل الحاجات اللي احنا قلناها دي مع أننا قبل ما نام أو أدخل السرير بساعتين تبقى آخر كباية مية الثلاث البولي من المشكلات اللي بتقرق السيدات عامة وبتبقى مرتبطة أكتر بالسن الكبير مع انقطاع الدورة نتيجة اضطراب هورمونات الجسم ونقص هورمون الاستروجين اللي بتعتمد عليه عضلات الحوض بصورة أساسية وجود السكر أو وجود الأمراض المناعية أو وجود استخدام بعض العقاقير أو مدرات البول ممكن يخلي الموضوع يسوق استشارة الدكتور النساء أو طبيب أمراض المثالي شيء مهم جدا التعافي منه لا يساوي عملية أو تدخل جراحي تعافي منه ممكن يكون عن طريق نمط الحياة أو عن طريق بعض العلاجات البسيطة زي الفلازمة وزي الهايفو فاصل صغير واشوف فتاقين